أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بنجاح الأجهزة التنفيذية في إرساء منهجية عمل للتعامل مع التقارير الدورية لديوان الرقبة المالية والإدارية بشكل مطلوب للمحافظة على الموارد والمساهمة في الحد من تكرار الملاحظات التي تتناولها الترقارير حول أداء الأجهزة التنفيذية وقال سموه إن ما تم اتخاذه من إجراءات تميزت بالرقابة الصارمة لحماية المال العام قد اعتمدت على الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح والتنمية التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في مثاق العمل الوطني مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي أيضا استكمال لجهود الحكومة المؤقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله وأضف سموه أن التقارير الدورية التي يصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية هي محل اهتمام ومتابعة لكون هذه التقارير مؤشرات تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة مشيرا سموه إلى أن الألية التي تم اتباعها مع تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير ستستمر على هذا النهج وتطوير ألياته في التقارير المقبلة لتحقيق خفاض ملحوظ في الملاحظات الوردة فيها وأشهد سموه حفظه الله لدى لقائه بحضور النجلة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بقصر الإكذبية اليوم مع سعادة سيد محمد المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة الذي قدم لسموه تقرير اللجنة المعنية لمتابعة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية بالدور الذي قام به سعادته والفريق المكلف من قبل اللجنة التنسيقية بمراجعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهد المبذول من قبل الفريق وقال سموه إنه بدورنا ندعم كل ما يسهم في عملية التطوير ونثمن جهود كافة أعضاء الفريق والمتعاونين من الجهات الحكومية وخلال اللقاء قدم سعادة وزير الدولة لشؤون المتابعة عرضا بشأن نتائج عمل فريق مراجعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير حيث كشف عن نتائج المتابعة للملاحظات الوردة في التقرير والتي تستدعي اتخاذ إجراءات إدارية كما أشار إلى ألية عمل الفريق التي تم توزيعها إلى ثلاث مراحل هي التخطيط والتحليل والتصور المستقبلي حيث خلصت مرحلة التحليل إلى وضع جملة من الحلول والمقترحات للتعامل مع كافة الملاحظات الوردة في التقرير وتفادي تكرارها مستقبلا